إذن أبدأ مع دكتور بوديبة نحن نتحدث عن أزمة صحية تعاني منها الجزائر من دون شك الموجة الثالثة اللي جتنا قوية جداً فيروس كورونا خلفت أعداد إصابات كبيرة خلفت أعداد وفيات رحمه الله بشكل كبير مقارنة بالموجة الأولى والثانية نحن أمام ازدياد الطلب على مضادات تخطر الدم كذلك حسب ما وصلني فيتامين دي البعض يقول أنه مفقود في عدد من الصيدليات في رأيك يعني هل ما هي الحلقة اللي كانت ضعيفة ما كناش وجدين باش نوفروا هذه المضادات تخطر الدم يعني في رأيك كيف يمكن أننا ننقد الموقف خلال هذه الفترة المقبلة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين نعم سؤال كوجيه يعني الجائحة على غرار العالم الجزائر لديها عدد كثير من المرضى والذين تم علاجهم في المستشفيات وهذا يعني إذا كان عدد المرضى يرتفع من أجل بسبب جائحة كورونا هناك يعني في ناحية الميدانية في التصنيع الصيدلاني يكون طلب أكبر للأدوية المستعملة في البروتوكول ضد الكوفيد-19 وهذه كل هذه التطلبات والأعداد المرتفعة للمرضى يكون لها يعني شيء في الميدان وهو أن الطلب يكون أكثر وهذا الطلب يكون أكثر في كل بلدان العالم لا سيما تلك التي لديها عدد المرضى كبير فلهذا نحن أولا كمصانع جزائرية للتصنيع الصيدلاني قمنا بتصنيع أول يعني دواء المصنع عن طريق البيوتكنولوجيا يعني عن طريق التخليق الحيوي هو الدواء الأول المصنع في الجزائر وهذا كان في نوفمبر وديسمبر 2020 يعني مدة ستة شهور إلى الوراء فلهذا نحن كمصنعين محليين قمنا بالتصنيع هذا الدواء يعني إعادته في السوق لأنه كان نادر وكان ليستورد من الخارج أنت تتحدث هنا عن مضاد لتخطر الدم مضاد أولا عن مضاد لتخطر الدم هذا صناعة جزائرية هنا في مخابر جزائرية هناك صناعة جزائرية قامت بتصنيع يعني مخابر الجزائرية فرات الرازس قامت بتصنيع هذا الدواء ضد التخطير الدم أو المميه للدم وقامت بتصنيعه في ديسمبر نوفمبر أو ديسمبر 2020 يعني ستة شهور إلى الوراء وهذا التصنيع كان جاء قبل فقدان هذا الدواء من السوق لأنه كان مستوردا من المخابر الأجنبية وعندما أوقفت هذه المخابر الأجنبية التصدير إلى الجزائر قامت فرات الرازس بتصنيع هذا الدواء لتلبية كل حاجيات ومتطلبات المرضى الجزائرين في السوق الجزائري سواء في السوق العام يعني في السوق المستشفيات أو الصيادن الخلاص